طب خل السؤال ده حط كل خبراتك كده في الوقت اللي اسمعنا انه بيريز مكسر التليفونات على خليفي عشان يشتري ورفعه يعني بيقالوا ان الصفقة وسط الـ 200 مليون يورو عشان يخلص في مبابي رفض تام من الرغم من نفس سنة الجاية يمشي بلاش وبيفرط في 200 مليون يورو ليه ما كانش فيه تفكير انه طب شكرا مبابي اطلع اقفش الـ 200 مليون يورو هتلي كريسان ورونالدو يخش مع الـ PHG وتلعب رونالدو مع ميسي مع نمار مع ديمارية يعني برضو قصة وحكاية ورواية اول حاجة اعتقد ان بريسان جرمان وناصر خليفي مش محتاج فلوس ادي نوزة الاسية انا كفاهم كويس طبعا اديه ايه بس انا بحطه قدامك في كفة رونالدو مع 200 مليون يورو وفي كفة تاني همبابي يعني مع كامل احترام القدرات ومهارات وامكانيات همبابيها قرار الشخص طبعا كنت اخذ 200 مليون يورو ولكن اعتقد همبابي بسرعة بنصرة الكرامة انا مش هبيع كيلين امبابي عاية سنة جاي اخده فري والحيانه فعلا تقدم ثلاث علوات لكيلين امبابي كل مرة يجدده بيرفض اخر واحد وصل 45 مليون يورو في السنة اعلى من ميسي ونمار ولكن خلاص القرار متاخد وبرضه الموضوع بقى شوية هي رغبات شخصية واحلام يعني كيلين امبابي من هو طفل زغير بيشجع ريال مدريد ويحب كريسيان رونالدو على سبيل المثال ونيف سرعة بينك يمكن في الاخر بيريزا عمل صفقة سريعة مش كل حاجة الفلوس بزرط في ناس بتقول انه مش كل حاجة الفلوس بس مش مع PSG برضه مش مع PSG هم خلاص فكرة الكارير مودة انا ما بيبوا العيبة دريم تيم كل العيبة حتى مبارح اخر يوم برضه ومناسبة الصفقات الاخر ديئة يمكن راحوا جابوا يعني لفت باك صغير جدا 18 سنة نونو ميندز من سبورتنجليشبونة بسبعة مليون كاعارة وحقية شرب 45 مليون يورو الصفقة اللي كان داخل فيها منشستر سيتي برضو هو سهل فعلا كتفطة تبدلية اعتقد بزرطة تبدلو سرابيا راح اعارة ووجي اعارة لكن هم فعلا كده اقفلوا اللعبة يعني السيف ده هم الانجح هم الاثكة ليوناردو يتعملوا تمثال ناك وعملوا بالنسبالي كل التدامات المطلوبة ولكن هي مسألة كرامة فما كانش عندهم لو جالوا مليار يورو في مبابي هو متخيل انه هيلعب الهجوم مبابي ني مار عندنا مجموعة نار فيها سيتي وفي اش جي مع بعض يوم 15 اصبت الريمايندر بتاعتك ناتي يوم 15 ضرب نار وعندنا البايرن والبرسا كمان هنتكلم على مجموعة داتي طيب اتكلم شو عن جريزمان برضو صفقة ما كانتش متوقعة ولا في الحزبان انه جريزمان في اللحظات الاخيرة يتحرك من برشلونة اللي عتلاتكم مدريد يا مينا هي الدومينوس افكت المشهورة اللازم لعيب بيفضي مكان للتاني فده كان شرط اتلاتكم مدريد الاساسي اللي سأقول نجاز يروح لتشيلسين لازم يفضي مكان طب هاخد مين هاخد انتوان جريزمان في نفس الوقت اللي برشلونة كان يدوروا على سترايكر بديل فراحوا جابوا لوك ديونج من أجبيلي في رأيك كنت محنالك الأسبوع الفاته بتكلم مين اللعيبة اللي ممكن نشوفها قلت اول اسم انتوان جريزمان بعد رحيل ميسي المفروض يكون له مساحة اكبر بجتير وانا شايف ان ده قمة الفشل الاداري عند برشلونة ان انت تكون لسه جاب لعيب من سنتين ب120 مليون يورو والنهاردة تروح ترجعه تاني لنفس الفريد اشتريته منه ب40 مليون بس كذا اوبشن توباي وميديه على سنتين ببلاش فده قمة الفشل انت بس بتحاول طبعا توفر المرتب صفقة رائعة بالنسبة لاتلتكو مادريد اللي عملين بيحسنوا الفريد بتاعهم ماتيوس كونها كمان من الدوري الالماني رودريجو دي بول من اودينيزي في نص الملعب صفقات بشكل عام في رأي ان اتلتكو مادريد بيحسن فريده بشكل كبير وفي نفس الوقت سأقول ان جيز مش هيأثر على الفريد لانه بقى له اكتر من سنة عايز يخرج واتجاهه لتشلسي ده بيحسن طبعا وبيقوي فريدتشلسي اكتر اللي بشوفه رو شخصيا انا مرشح رقم واحد دعبا